نستكمل الحديث عن الفصل الثاني من فصل العلوم العامة وهو الفيزياء الموضوع الثالث الصوت أهداف بعد درستك للموضوع ده المفروض تكون قادر على واحد تقدر تستمتك خصائص الصوت اثنين تقدر تقارن بين أنواع الموجات الصوتية بعد درستك لهذا الموضوع المفروض تعرف ما هي خصائص الصوت اثنين أنواع الموجات الصوتية وتقدر تقارن بينها نشاط نشاط بيقول ماذا يقصد بالصوت وما هي خصائصه ايه هو الصوت وما هي خصائص الصوت الصوت يعرف الصوت بأنه اضطراب أو تموق تضاغوطي ينتقل في المادة بحيث يسبب اهتزاز داخل الأذن ما يلبث أن يتحول إلى إشارات كهربية في المخ بحيث يستطيع تعرف على مصدر الصوت الصوت ايه هو؟ عبارة انطراب أو تموق تضاغوطي ينتقل في المادة بحيث يسبب اهتزاز داخل الأذن هذا الاهتزاز يتحول إلى إشارات كهربية في المخ يستطيع الفرد أو المرء يتعرف على هذا الصوت خصائص الصوت للصوت خصائص عديدة منها عبارة عن تضاغوطات وتخلخلات تضاغوطات وتخلخلات المادة جزيئة تتقرب من بعضها وبعد شوية بعدها تلاقي فيه مسافة جزيئات بعد عن بعضها تضاغوط وتخلخل زي بالزبط حركة الكورديون اللي هو الآلة الموسيقية الصفة الثانية للصوت يحتاج لواسط المادة ينتقل من خلاله الصفة الثالثة أنه سرعة الصوت تختلف حسب طبيعة المادة والواسط التي تنتقل فيه سرعة الصوت تتأثر بكسافة الواسط التي تنتقل من خلاله يبقى طبيعة الصوت وطبيعة المادة اللي بيمشي فيها الصوت تختلف أو تؤثر في سرعة الصوت سرعة الصوت أعلى في المواد الصلبة من السوائل والغزاد نشاط تاني بيقولك هل أذن الإنسان الأذن البشرية تستطيع سماع جميع الأصوات ولماذا هل الودن بتاع الإنسان تقدر تستمع أو تسمع جميع الأصوات وإيه السبب في أو مبررك للإجابة اللي أنت هتقولها الموجات الصوتية تنقسم إلى ثلاثة أقسام عندي كم قسم؟ ثلاثة موجات سمعية موجات فوق سمعية موجات تحت سمعية الموجات السمعية هي تلك الموجات التي يقع ترددها من 20 إلى 20 ألف هرتز ودي الودن البشرية تقدر تسمحها الموجات الفوق سمعية ترددها أعلى من 20 ألف كم هرتز تحت السمعية ترددها أقال من 20 هرتز يبقى الموجات سمعية دي الإنسان بيسمحها مداها 20 إلى 20 ألف أعلى من هذا المدى بيسمى مقادة فوق سمعية الأوزن البشرية لا تستطيع سماع هذه الأصوات تحت السمعية أقل من 20 هيرتز وأيضا الأوزن البشرية لا تستطيع سماع هذه الأصوات طيب أطبق أتعلم نشاط مثال إحنا أخذنا وعرفنا إن العلاقة بين السرعة سرعة الموجة والتردد والطول الموجة فاكرينها؟ قلنا سرعة الموجة بيساوي التردد بالهيرتز في الطول الموجة بالمتر المثال بيقولك إيه؟ الموجة ترددها 600 هيرتز طول الموجة 80 سنتي أو ذا السرعة من هذه العلاقة سنطبق على طول كام التردد 600 الطول الموجة 80 سنتي لكن إحنا في وحدة قياس طول الموجة المتر يبقى نحاول 80 سنتي إلى متر ستساوي كام 8 من 10 متر هتطلع سرعة الموجة 480 متر على السنة مثال ثاني عندنا موجة ترددها 800 هيرتز طول الموجة 50 سنتي أيضاً عايز السرعة بنفس الطريقة هذه العلاقة سرعة الموجة تساوي التردد بالهيرتز ضرب طول الموجة بالمتر يبقى سرعة الموجة تساوي 800 ضرب 50 سنتي يعني نص متر 5 من 10 متر يبقى هتساوي سرعة الموجة 400 متر على السنة مثال آخر يطلب منك إحسب تردد موجة سوتية سرعتها كام 1000 متر على السنة طول هالموجة 1 من 10 متر هو غير بالوقت بس نمط المعطيات المدهالة إداك السرعة وإداك الطول الموجة هنعود برضو في نفس العلاقة سرعة الموجة تساوي 1000 هيا التردد بالهيرتز ده اللي هو المطلوب طول هالموجة 1 من 10 متر إذا التردد هيساوي كام 1000 في 1 من 10 1000 على 1 من 10 هتساوي 10,000 هيرتز تردد في نهاية الموضوع سجل هم ما تعلمتم من هذا الموضوع